أكد معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أكد أن زيارة جلالة الملك المفدة إلى مصر ستكون لبنة مهمة جدا في صرح العلاقات الأخوية الممتدة بين الشقيقتين مصر والبحرين مشيرا إلى أن هذه الزيارة الهمة تشهد زخما من الفعاليات واللقاءات ويتم خلالها توقيعه نحو 19 اتفاقية للتعاون في شتى المجالات جاء ذلك في ندوة بصحيفة الأهرام المصرية استضافت خلالها معالي وزير الخارجية حيث تناول معالي خلال الندوة القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر والبحرين والوضع الإقليمي والقضايا المحلية والعربية والدولية وأكد معالي أن العلاقة بين البحرين ومصر تمتد إلى ما قبل الزيارات الرسمية وأنها علاقة شعبية أخوية ما بين شعب البحرين والشعب المصري وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن هناك لجلة مشتركة بين البلدين وهناك اتفاقيات في مجالات كثيرة وهناك اتفاقيات تتعلق بالتشاور السياسي ومرامج في التربية والتعليم وأيضا مذكرة تفاهم دفاعية بين البلدين بين قوات دفاع البحرين والقوات المسلحة المصرية وتعزيز التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية والتعاون السياحي والإعلام وأضاف قائلا نحن متفائلون جدا فهذه الزيارات تدل على أن القيادات في دول مجلس التعاون متفائلة بمستقبل مصر بالطريقة التي تسير عليها مصر الآن إلى المستقبل سواء في ناحية التنمية ومعالجة المشكلات والتغلب على الظروف المحيطة أو التي كانت داخلية وهذه هي الرسالة الصحيحة التي نوجهها إلى من ينوي شرا بدول الخليج ومن هذا المنطلق يجب أن نعي أن هذا هو مستقبلنا في المنطقة فنحن جزء فاعل في هذا العالم ولسنا جزءا اتكاليا فالآن نقوم بواجبنا بأنفسنا وبتكاتفنا كدول المنطقة وأكد أننا نتطلع لتقوية هذه الشراكة لمحاربة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة وهذه الشراكة مفتوحة لجميع دول العالم وليس فقط لدولة واحدة كما تحدث معالي عن مبادرة القوة العربية المشتركة وقال إنها من أهم الأمور التي نطمح إليها وسنساندها وساندناها عندما طرحتها مصر في قمة شرم الشيخ وقد طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرغم تأييدنا الكامل ودول الخليج لهذا الطرح لكن كان يجب أن تكون هناك آلية مختلفة للتعامل مع هذا الطرح الكبير لما له من أهمية قومية كبرى لمواجهة هذه القوة لمختلف الأخطار وفي الختام عبر معالي وزير الخارجية عن سعادته الغامرة بأن يكون في القاهرة بين رموز الأهرام من كتاب وصحفيين وداخل مبنى جريدة الأهرام حقيقة هذه زيارة تاريخية أنا أراها أهم زيارة قام بها صاحب الجلال الملك حفظه الله إلى جمهورية مصر العربية من ناحية الأهمية والتوقيت والمضمون في هذا الوقت مصر هي الآن ركيزة استقرار الأمة العربية في هذا الوقت الصعب مع كل الأخطار التي تتهددن من حوالينا وهذا شيء مهم تم التأكيد عليه في الاجتماعات وفي البيانات التي طلعها في المضمون أيضا تم التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة وبرنامج تنفيذي ما بين البلدين حسب ما نتج عن اجتماع اللجنة المشتركة إضافة إلى تنسيق المواقف ثنائيا تجاه القضايا المحيطة بأن كان الموضوع عن تدخل إيران كان هناك رأي واضح ومنتفق أن كان فيتعلق بمحاربة الإرهاب القوة العربية المشتركة وتأييدنا لها وضرورة أن تدفع إلى الأمام لتصل إلى تحقيق أهدافه